التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيس اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد طبون هنأه خلاله على فوزه بولاية رئاسية جديدة معربا عن خالص تمنياته للرئيس الجزائري بالتوفيق والسداد وهو ما ثمنه الرئيس طبون كما أكد الرئيس الجزائري اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص على مواصلة تعزيز علاقات التعاون بينهما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التمسك بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي دون تمييز أو معايير مزدوجة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في الحدث الرئاسي الافتراضي نداء عالمي لقمة المستقبل حيث أبد الرئيس السيسي تطلعه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على السلم والأمن وتمتع الشعوب كافة بحقوق الإنسان بشكل شامل وعادل توجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الزيارة ستمثل فرصة مهمة للتشاور مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع حول سبول دفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية الراهنة في القطاع وإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم فلسطينيا من ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طول كرم بعد مداهمة منزله وفي السياق ذاته داهمت قوات الاحتلال مزرعة في بلدة بلعة شرق طول كرم بعد اقتحامها للبلدة وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها كما دهمت منزلا في منطقة المعاصر في البلدة وفتشته وأخضعت سكانه للتحقيق دون أن يبلغ عن اعتقالات أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أبسوس أن نائبة الرئيس الأمريكي الديمقراطية كامالا هاريس حظت بتأييد 47% من المشاركين متفوق على منافسها الجمهوري دونالد شرمب والذي نال تأييد 42% من في السباق للفوز بالانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر وشمل الاستطلاع 1690 راشدا على انتداد الولايات المتحدة منهم 1405 من الناخبين المسجلين وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو ثلاث نقاط مئوية بالنسبة للناخبين المسجلين أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل أول حالة إصابة بجدر القردة وقالت الوزارة في بيان إن الحالة تم اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء هذا الانذار الصحي العالمي وأضاف البيان أن المصاب خاض على الرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش مشيرا إلى أنه في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق